على متن الدراجات الهوائية تنقل سفير ألمانيا بيتر بروغل وممثل الاتحاد الأوروبي على طول الطريق السياحية وصولا إلى منطقة رأس العين بمدينة توزر لإعطاء إشارة انطلاق عملية تشجير هذه الساحة بكمية هامة من أشجار البالوانيا وذلك في إطار الشراكة الممضات بين بلديتي مدينة توزر وجيسلاند الألمانية شراكة معناها سيومعجيزات ومع الحقيقة على أساس معناها بلديات نموذجية وبلدية صديقة للبيئة وكذلك مع بلديات جيسلان في طر هذية يعني استراتيجية تعمل المستدامة بند من بلود التنمية المستدامة أن تكون مدينة خضراء حاولنا نجتهدوا بش معاهم هم يوفروننا معنا ووفروننا اليوم إن شاء الله معناها أشجار ووفروننا الرأي قطرة قطرة عرضنا عليهم إن شاء الله فكرة معناها المسرح الهواء الطلق معناها هذية وهذا كل دي ما يقعد في نطاق البرنامج التنمية المستدامة جمعية إرادة شريك في مشروع الترويج للسياحة المستدامة والممول من طرف جيزات الألمانية والاتحاد الأوروبي واحدا من المشاريع التي يعمل عليها الشركاء لمزيد تطوير وتعزيز هذا القطاع في المشروع هذا أكيد نكون أحباء للبيئة هذي كعليش خدمنا على السياحة البديلة سياحة الهواء الطلق وقد عبر شركاء تونس خلال هذه المناسبة عن مزيد دعم جهة الجريد بعديد المشاريع التي تعنى بالبيئة والطاقة البديلة المتجددة نعمل مع تونس العادة مشاريع منها مشروع لا مركزية ومنها الشركة بين توزر وغيسلا قد ركزنا في طارق محطات فلتا ضوئية على عديد المباني العمومية ما يخفف بدرجة كبيرة فطورتها الكهربائية نحن هنا معا نضع خطة لغراسة أجار تنقي الهواء من الملوثات وأيضا لخلق ظلال يمكن استثمارها لبعض فضاءات ومشاريع سياحية وثقافية بمدينة توزر حتى نساعد فعلا في تحقيق سياحة مستدامة للجهة برامج متنوعة تعنى بالبيئة والسياحة والنسيج الاجتماعي تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة وبرامج أخرى تعنى بشأن الثقافي من شأنها أن تخلق ديناميكية اقتصادية وتجعل من الجريد منطقة نموذجية لوضع معايير جديدة تبنى على الإنتاج الطاقي لمجابهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية ترجمة نانسي قنقر